بسم الله الرحمن الرحيم نبدأ تسجيل محاضرة جديدة من مادة الحوسب النقالة موبايل كومبيوتينج اليوم هناخد لكتشر نايم بعنوان ورابلز ورابلز اللي هي المنبوسات الالكترونية اللي مش بس بلابس لا يعني اي شيء ممكن يحمل جسم الانسان مقارنة ما بين السابق او الباست الماضي وما بين بريزنت الحاضر يعني في السابق كانت كومبيوترات ضخمة جدا ومن الصعب التنقل فيها زي ما احنا شايفين اليوم اصبحت محمولة ممكن تحمل في الجيب ممكن تحمل على جسم الانسان هاي سمحت ظهور العلم الورابلز او ورابلز تكنولوجيا من ضمن اللي اخترعوا العلم هذا او يعني ابتكروه في عالم اسمه ستيف مان ستيف مان بدأ في السبعينات قبل ظهور اللابتوب ايرلي كومبيوتر ايراف في فترة ظهور الكمبيوتر بداياته هو كان يبني كومبيوترات اللي يقدر هو يحملها او يلبسها او يعني يتنقل فيها يبدأ هو انفنتر اوف ورابل كومبيوتينج ستيف مان طبعا في التمانينات احنا بنشوف كيف كانت الاجهزة اللي كان يستخدمها وفي بداية التسعينات وفي بداية او نهاية التسعينات طبعا مرورا باواسط التسعينات هذا هو عالم ستيف مان شو تعريف الورابل كومبيوتينج حسب ستيف مان هو دايما متوفر الورابل كومبيوتينج طبعا حانش رحم كل واحدة على حدا يعني ما بنحتكرش اهتمام الشخص او بزيرفا بالاند كونترولابل يمكن مراقبته التحكم فيه التنتف تو دا انفيرومنت يعني ينقل طبعا الانفيرومنت يوسفل اس كوميونيكشن طول ان بيرسونان يستخدم كوسيل التسعينات حنشوف كل واحد اشبعناها بالتفصيل او رابل كومبيوتر اذا كومبيوتر ذات از سبسيومد انتو هو اللي يمكن دمجه في محيط المستخدم كونترول باي ذا يوزر اند هاز بوث اوبرشنال اند انتر اكشنال كونستانسي يتم التحكم فيه من قبل المستخدم وفيه طبعا تفاعل وتشغيل طبعا من قبل المستخدم او ممكن يكون ذاتي دايما شغال ودايما ممكن ي radial يوقع neutrال عالية استخدام القKit متلقق مع المستخدم كونتر وعالك웃 انتر توبر lên كومبيوتر انتر ايمان انا neue بنافئ و وينفذ تشغيل وهي Strong Speaker وتشغالة الحكومي واللي ممكن يكون يعني متوفر أثناء مثلا اليوزر بيتحرك بيمشي أو بسوي أي نشاطات أخرى إيش يعني يعني ما بيحتكرش ما بيحتكرش اهتمام اليوزر يعني ممكن يكون مشارك في أشياء أخرى يعني مش بالضرورة أنه أنا أركز كل شغلة في هاي الويرابل Unrestrictive to the user Allows interaction while user carries out normal functions يعني بيسمح أنه يتفاعل واليوزر يعني بيكون بأده شغله الآخر أو عمله الطبيعي بدون ما يكون متفرغ له Observable Observable by the user يمكن مراقبته As the system is being worn اللي بنلبس السيستم هذا There is no reason why The wearer cannot be aware of it continuously طبعا يمكن مراقبته يعني باستمرار But this is in contrast to one إحنا قلنا أنه One ما يكونش إشي يحتكر اهتمام الشخص يبقى هيك اتعرضنا ولكن المقصود فيه هنا إنه لو صغناه بشكل أفضل User can identify Compotational and non-competitional components of their clothing يعني ممكن المستخدم يميز الشغلات الحوسبية والغير حوسبية في لبسه طبعا المقصود فيها إنه يعني إحنا نقدر راقب الملبوسات هاي الإلكترونية Controllable يمكن التحكم فيها User can take control at any time يعطيها عوامر يعطيها commands يشغلها يطفيها إلى آخر Attentive to the environment Can enhance the user's environment and situational awareness يعني ممكن تنقل إيش فيه في الأنفيرومنت والإش المحيط Communicative وسيلة الاتصال to others يعني ممكن أن نتواصل فهم على آخرين Can be used as communication media يعني ممكن نستخدمه كبسط الاتصال Shares the same physical and situational context as the user وبتشارك البيئة المحيطة في الشخص مع معلمات السياق اللي عنده طيب إيش وراب الكمبيوتر وإيش ممكن يكون مش وراب الكمبيوتينج إحنا بنشوف هنا Intelligent User وهنا Non-وراب الكمبيوتر يتفاعل مع حائمة واؤتبوت طيب الورابل تتميز إنه يتفاعل مع الانفيرومنت وممكن مثلا تنقل صورة من الانفيرومنت مثلا For example Camera Records Optic Flow و بحركة الشخص مثلا إحنا الكاميرا بتنقل باستمرار فهنا يعني فيها الفرقية إنه فيها تفاعل مع البيئة المحيطة شو أهدافها؟ أول هداف Mediate Interactions wearable computers will help provide a consistent interface to commission the augmented objects in the physical world مثال القسشر pendant هاي يعني اختراع كان يعني في بداية خلينا نقول ظهور أو كثرة الريموت كنترول فهنا في أحد المخترعين حاول إنه يستغني عن كل الريموت كنترول devices أو عيزة الريموت كنترول بالقلادة هاي اللي احنا شايفينها اللي بتشتغل بالإنفراريد خلينا شوف يمكن نقدر نشغل فيديو يوضح الفكرة تطبيقات السريع الريموت كنترول كان يجب انجعل نفسنا و لكن ممكن ان احدد من أي تنزل الانشياء تاربات أنا عارضي طبعاً وضحة الفكرة منها أنه يعني تكون وسيط ما بين مثلاً الشخص والأجهزة الأخرى اللي في العالم الواقعي طبعاً هذا الجهاز قديم ومعتقدش أنه يعني أصبح مستخدم بشكل اليوم ولكن نضرب كمثال هدف الثاني The variable can also assist in human to human communication بتساعد في الاتصالات The variable computers can also help manage interruption in the user daily life برضه بتساعد أنه الشخص يتحكم في يعني التقاطعات أو الاشي اللي ممكن يقاطع عمله في الحياة اليومية وطبعاً زي ما هو مكتوب أنه في الاتصالات Human to human communications Provide context sensitive reminders Instead of simply acting as virtual secretary The variable could be proactive and intimate Listening to the wearer conversations And providing reminders as appropriate يعني ممكن كمان تعطيه تذكير باشي يعني حل موعده مثلاً Reminders تتذكره Augmented reality Augmented reality Overlays information Rich virtual realities into physical world يعني احنا بنضيف معلومات افتراضية أو واقع افتراضي في الواقع الحقيقي In a sense Augmented reality is a combination of the application domains described previously خلينا نشوف مثال على Augmented reality To be continued المترجم للقناة 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 بتنقل الصورة من منظور حركة الشخص الكاميرا هاي يعني ايش للشخص بتحرك بيشوف مقابله هي بتشوف الكاميرا في اثناء حركة Input Devices Keyboard في انواع مختلفة من Keyboards ممكن تكون Infrared Keyboard او Arm Strap مربوطة طبعا Strap هاي زي ما حتى شايفين مثبتة Keyboard او Fructpad او Twiddler Cording Keyboard Mouse ممكن يكون ايضاً Mouse Twiddler Again Webring Gate يعني اشي يقرأ ما في دماغ او في رأس الشخص Input Device ممكن يكون Kiss Sharp Pendant اللي حكينا عنه او Voice Recognition او Multi-Model Interfaces Output Device ممكن يكون Visual Output HMD Rest Watch Hearing Audio Sound Speech Music هاي كلها اجهزة Output Devices ممكن تكون محمولة Wearable مع الشخص يعني مش بس Input لا ممكن يكون ايضاً Wearable Output Devices محمولة مع الشخص وشفنا مثال اللي هو HMD اللي هو Head Mounting Disability او Hearing ممكن يكون مثلاً Sound يعني Speakers Air Plug مثلاً Headset OK Wearable Touch Touch Tactile Feedback Test Andersman هاي ممكن تكون Output Devices محمولة مع الشخص طب شو مكون الكمبيوتر اتسلف الكمبيوتر يعني ايش ممكن يكون Anything Small But Powerful Enough ممكن يكون Smartphone Smartwatches Embedded Computers يعني اللي هو بقوم بعمليات حسابية Network Connection طب ايش الفايدة من انه يكون في عندي التواصل Communication Benefit of having a network Access to Internet وصول الانترنت Communication اتصالات Localization تحديد موقع ايش ممكن يكون عنده Wireless Network Connection Wireless LAN 3G 4G LTE Bluetooth Zigbee Infrared طيب شو التحديات اللي ممكن التواجه الwearables Connecting all pieces هاي مشكلة الصراحة انه الاسلاك وير ويرز يعني احنا عارفين انه انه الwearables هاي عبارة عن اجهزة الكترونية تمام منها تواصلات اسلاك مثلا تواصلات للقدرة للبطارية مثلا اوكي تواصلات من مكان الى اخر فهاي كيف منعملها مثلا تكون مشكلة ايضا مشكلة ايضا ويرلس نخليها مثلا بدون اسلاك تكون سلكية طبا ممكن يصير انه هنا في مشكلة السيكوريتي نستخدم body as يعني ينقل تمر من خلال الاسلاك مثلا هاي او الاشارة مثل build power sub-night batteries البطاريات يعني اللي احنا عارفين العجزة الالكترونية بدها مصدر للطاقة تغذيها هل حتكون بطاريات تشارجة بالافرد انه بتخلصها وبتستعلك طاقة بكثير نستخدم solar power human power devices ممكن يكون الاجهزة مصدر الطاقة تبحة جسم الانسان مثال على ذلك مثلا حرار جسم الانسان ممكن تعطينا مثلا من من 0.6 إلى 4.8 وات breath ممكن يعطينا من 0.4 إلى 2.5 وات blood pressure ضغط الدم ممكن يعطينا 0.2 وات limb motion ممكن تعطينا من 0.3 1.5 وات finger motion ممكن تعطينا الwalking هو يعني اكثر واحد زي ما احنا شايفين المشي ممكن يعطينا من 0.5 إلى 0.8 وات وفي اليوم احذية بتعطيك قدرة power ممكن تشحب فيها جوالك من خلال الحذاء طبعا شو جنريتور وهي اليوم يعني أصبحت عليها طلب الثير تشحب أيضا من ضمن التشلانجز إنه الأجهزة هاي بتطلح حرارة فممكن يعني ممكن تكون ضرر للجسم أمثلة على ممكن يستخدموا الورابلز التكنيشانز الفيلد ووركارز ملتر برسونيل الأفراد العسكريين سولجرز ملترينج هيلف انقومنت اتساترا مابعد تيرين انفراستركشور طبعا اللي بيستخدموها في التطبيقات مثلا ممكن العسكرية ممكن يكون للجنود أنفسهم مراقبة صحتهم ممكن تكون خرائط ل المنطقة اللي هم فيها وأيضا في مجال البحث الباحثين الفيلد ووركارز الاكسيز توانفرميشن جيفين باي ريموت سبرت يعني احنا عندنا مثلا نفتوله في الميدان ممكن نعطيهم معلومات هم بتفيدهم مثلا عمال مناجم مثلا او مثلا تكنيشنز للناس التقنيين او الفنيين تطبيقات تدريبات تدريبات الرياضية كارتية ترينيز 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 ممكن تكون تساعد متدربي الكارتية ممكن ايضا ايضا لارشادات المدرب طبعا واضحة جدا نحن فيها مثلا حركات رياضية في الكراتي على سبيل المثال فهيك ممكن يعرف هل أد الحركة بشكل صحيح أو لا وإذا طبعا قدر يوصل لها المعلومة فممكن يؤد الحركة بشكل صحيح وبالتالي ممكن يتم عملية التدريب بشكل أسرع مثال wearable for the military future force warrior FFW on board physiological medical sensor suit to accelerate causality causality care طبعا هاي هدفها تحسين أداء الجنود needed communication to maximize robotness and integration of small teams فيها مزودة بجلسة التصلاعات بتحسن طبعا كفاءة الجنود و integration of small teams يعني تكاملهم embedded training enhanced institutional awareness يكون عنده دراية أفضل بالواقع المحيط synchronized firing of weapons from team يعني عملية اطلاق النار بتكون متزامنة boon conduction technology talking and speaking without sound or hearing استخدام تكنولوجيا تواصل أو يعني تواصل العظام ممكن شخص يحكي و بدون صوت بدون ما يتم سماعه هاي تطبيقات الورابلز الورابلز اليوم احنا بنشوفها كثير في smartwatches fitness trackers تتبع اللياقة عجزة تتبع اللياقة fitness and health طبعا في عنا عجزة مختلفة من الورابلز في عنا جوارب مثلا ذكية تنقل حرارة مثلا القدم examples fitness and health في عنا اليوم في مجال الصحة ومجال اللياقة في عنا زي ما احنا شايفين جوارب الالكترونية بتنقل حرارة القدم فهاي كلها تطبيقات على الورابلز او ايضا كمان ملابس بتكون على شكل الورابلز التطبيقات ميديات ريالتي وفي عنا الاقومنتد ريالتي وخلينا نتفردكم عن بعض ميدياتد يعني زي ما احنا شايفين في الشكل مصطلح اكبر او مصطلح اوسع او لكل المصطلحات الفيرتشوال ريالتي الاقومنتد ريالتي الميدياتد ريالتي كمبيوتر ان احنا نتشعر او نمر من خلال العالم من خلال كمبيوتر بسيطة او مصطلح بشكل عام انه بتخلي الحاسوب يعالج الواقع قبل ما يوصل للشخص المصطلح الاقومنتد ريالتي او او مصطلح المصطلح زي ما شفتنا في مثال الاكيه بنضيف معلومات افتراضية على الواقع الحقيقي فوركزامبل اللاوز اركتكت تو بلد فيرشوال هاوسز بتخليهم يبنوا منازل افتراضية اه الاقومنتد ريالتي كويك او اي اار باك باك مان جيم في لعبة الباك مان بوث ريالتيز كان انهانس سنسز اوار سنسز اه بحثوا من اه احساسنا بالواقع ابليكيشنز اقومنتد ممري في في الاكزامبل فايندنج يورواي ويردد اي بارك ماي كار ممكن تعطيك اه معلومات اه تطبيق مهم انه وين انت صفيت سيارتك كاميرا كاميرا بتتبع ايش انت وين انت ماشيت و الريبلاي هلبي هلبي تفاين يورواي باك انه يرجعك للطريق اللي انت اه مشيت فيها طبعا ممكن الطريق طويلة فالنقاط المهمة اكزامبل انترسكشنز اتكار مار يعني هذا التطبيق مثلا بساعدك في انه تعرف وين انت صفيت سيارتك اذا انت انسيت ابليكيشن اقومنتد ممري الدرلي اه 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 الناس القبار في السن او الناس اللي ذاكرتهم ضعيفة اذكر اه 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 اذا انت اذا اذكر احضر الناس او الناس اه 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 طبعا هاي ممكن تساعد مثلا اه لغمنتد بممري انه ممكن تتعرف على الوجوه و اه تحولها لبيانات تعطينا اسم الشخص ومثلا أين يعمل أو بيانات أكتر عن اسم الشخص مثلا تفاصيل إضافية وبالتالي بتذكر الشخص اللي عمده ذاكرة ضعيفة Annotated Reality أنا ممكن أخذ واقع حقيقي وأضيف عليه بيانات هيك بصير اسمه Annotated Reality يعني أضيف مثلا اسم المبنى هذا مثلا Advertising ممكن أعمال أستخدم أيضا في الدعايات Entertainment الترفيه